فيه سيكوينساني برضو very interesting. برضو فيه combination of two different pulses. اوكي احنا في ال inversion recovery شفنا ان كان بيبقى فيه عندنا 180 degree pulse وبعد كده في 90 degree pulse. انا هنا في ال pulse sequence اسمه spin echo دوت هشوف انه فيه عندي 90 degree pulse بعد كده 180 degree pulse. يعني عاكس بتاعت الايه بتاعت ال inversion recovery. الفكرة بقى في ال pulse sequence الاتي. انها دلوقتي عندي مشكلة في ال t2 star weighting انه هو signal بتاعته بيبقى قصيرة جدا. يعني معنى كده ايه معنى كده ان السيجنال بتاعتي اللي هي بجيلي من ال x y magnetization بتقليبر اسرع بكتير جدا من ال t2 الوحديها. واتفقنا قبل كده ان احنا عندنا t2 star مكون من ال t2 وال external homogeneities. اوكي? الجزء بتاع t2 دوت ما تدرش ان احنا نعمل فيه حاجة. انه ده عبارة عن structure بتاع التيشوز نفسها عامل ازاي? الجزء اللي هو في ال delta p ده ده له علاقة بال external magnetic field واذا كان فيه مثلا بعض ال ferromagnetic materials جنب الجزء اللي فيه التيشوز. فجزء ده الحقيقه يعتبر الى حد ما ما هوش انترينسيك للتيشوز او ما هوش له علاقة مباشرة بالتيشوز نفسه. فممكن هو يبقى annoyance شوي. عايزين يشيره ده عشان يبقى ايه? يبقى سيجن بتاعتنا function بس في ايه? في t2. فال spin echo sequence missedه الاساسية انه هو بيجيب لي contrast مبني على t2 بس. اوكي? فالفكرة فيه فكرة بسيطة جدا. الفكرة فيه انه هو لو انا عندي زي ما كنت بقوله قبل كده حطيت الف الف دي بعد ما خلص بيبقى كل الـ مثلا لو اتخلت في عندي 3- هم التلاتة بيبقوا فمعنى كده هم كلهم هتجمعوا مع بعض يدون سيجنال كبيرة كل ما الوقت بيعدي كل ما يحصل بينهم دي فايزنج لغاية لما في الاخر يبقوا كل واحدة في ديركشن مختلف يبقى معنى كده في الاخر الماجينتيوب بتاعهم بيوصل اكشو في الاخر يبقى صفر مش بس دي لو عندي كتير بقى لو عندي كتير من دون هيبقوا في كل الاتجاهات في الـ فايز بتاعهم في كل الاتجاهات يبقى كلهم completely out of phase فايبقى النيت ديركتور بتاعي بيساوي صفر فانا اللي عايز اعملوا دلوقتي ان الجزء اللي فيه اختلافات في الـ في الـ P0 او الجزء اللي هو ده اللي هو علاقة بالدلتا P انا عايز اشيله اوكي وزاي ما قلت قبل كده ان الجزء بتاع الـ بيحصل نتيجة ان كل واحدة فيهم بتـ experience مختلف بطريقة صغيرة عن التانية نتيجة للدلتا P اللي هي عندها دي ونتيجة لكده هيبقى فيه عند P0 بلاس دوت يبقى أسرع من P0 أسرع من P0 فمعنى كده ان احنا بعد شوية نلاقي اللي هو نمرة ثلاثة ده أسرع يعني يبقى فيه سابق شوية ونمرة ثلين بعديه ونمرة واحد بعديه وبعد كده شوية بشوية نلاقي ان فعلا هما الثلاثة بقوا يعني كل واحدة فعلا فيهم في التجاهة لو بكلم بقى العدد كبير من دول يبقى most likely ان هما في الاخر النيت بتاعهم هيبقى بيساوي صفر فدلوقتي احنا عندنا مشكلة ان الجزء دوت بيسبب سرعات مختلفة يعني precession frequencies مختلفة والprecession frequencies مختلفة دي بتسبب phase مختلف زي ما احنا شايفين هنا كده والphase المختلف ده بيعمل لي دي phasing او بيعمل لي يخليلي ال spends اللي عندي كلها تبقى out of phase فنفكر فكرة بقى عشان نخلي الحاجات اللي ماشى بسرعات مختلفة دي في الاخرة ده اصورهم يبقوا ايه يبقوا مش كل سرعات فروحة السرعات دي تكون متعواضب بشكل ما عشان يبقى الفرق بينهم يبقى بس معتمد على t2 مالوش علاقة خالص بال delta p الفكرة البسيطة كالاتي يعني خلينا اخدها الاول بالمثال اللطيف جدا بتاع اللي هو السباء دوت لو عندي ثلاثة يعني عدئين واحد فيهم سرعته اكتر من الثاني والثاني سرعته اكتر من الثالث يعني ده اسرع واحد وده اللي بعدي لو انا خليتهم يجروا مسافة tau ايه اللي هيحصل هلاقي عندي ان انا دلوقتي اللي هو بيجري بسرعة جامدة اوي دوت او اسرع واحدة ليه اول واحد وبعد كده التاني اللي هو اللي بعديه في السرعة هلاقيه وابطى واحدة ليه اخر واحد طب لو فاردا انا جيت بعد كده قلتلهم نفس العدئين دول عند الزمن ان هو tau دوت قلتلهم اول لما اديكم الاشارة ان tau دي جت تقوم غيرين اتجاهكم وتجروا الناحية التانية يعني بدلا ما كنتوا تجروا في اتجاه اللي هو فورورد كده لا اجروا يبقى معنى كده الاولاني اللي هو كان سابق ده دلوقتي بقت مسافته عشان يوصل في الاتجاه ده بقت اطول بقى هو مبتدي اخر واحد دلوقتي بقى هو اخر واحد في الايه فيهم اللي كان بطيء خالص ده بقى هو دلوقتي اول واحد اوكي لو انا خليتم يجروا مسافة قد دي بالظبط يبقى معنى كده ده جري في tau المسافة دي فهيرجع برضه في tau المسافة دي ده برضه نفس الكلام جري في tau المسافة دي يبقى معنى كده هيرجع في tau المسافة دي وهكذا يبقى معنى كده بعد هلاقي كل التلاتة اللي هما مماشيين بسرعات مختلفة موجودين هنا في نفس النقطة الفكرة هنا بظبط نفس الحكاية 90 ديجريزي اعتبرها النقطة البداية اللي هنا هنا دي بظبط هيبقى عندي tau وقت tau اخلي دول كلهم يجروا في الانتجاه كده او يحسب مع صح دي وانس ان انا عملت 180 ديجري بولس هيأكسوا اتجاههم ويبتدوا يجروا في العكس اتجاه تاني فعند النقطة دي بتدوا يجمعوا مع بعض تاني يعملوا لي حاجة زي ايه زي يعني عند البيك بتاعته في النقطة اللي عندي twice tau فطبعا الميزة دي ميزة مهمة جدا ان انا كده شلت تماما فرقات السرعات اللي مبنية على الديلتا بي بقى عندي دي وقت السرعة ملهاش علاقة بديلتا بي خالص بقى لها علاقة بس بالتي تو بتسوي كام اوكي فمعنى كده ان انا لو عملت السيكونس بالشكل ده ممكن بقى بعد twice tau دي او عند twice tau بالظبط معنا صح احصل على سيجنال السيجنال دي بسميها بقى مش free induction decay لا بسميها spin echo اللي بيجي بعد 90 درجة اللي في الاول دي اللي بعد twice tau اللي هي لو انا حطيت 180 ديجري بولس وبعد twice tau بالشكل ده دي بسميها spin echo ده الحقيقة بيبقى function في t2 مش function في ايه مش function في t2 star فمعنى كده لو انا صورت هنا دلوقتي اقدر اطلع صورة الكونترس بتاعها t2 waiting مش to t2 star waiting وده الطريقة الوحيدة على فكرة ان انا اقدر اصور بيها t2 waiting مفيش اي طريقة تانية خالص اسمح لها ان احنا نصور t2 waiting غير الطريقة دي اي طريقة تانية بتجيب لنا t2 star waiting اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة